راديو دبنغا اهلا ومرحباكم مستمعي راديو دبنغا الهائزة في برنامجنا 27 من شهر 10 سنة 2023 اجتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها الترويكا ترحب باجتماع المدنيين السودانيين في أديس أبابا لرسم الخطوات التالية لاستعادة الحكم الديمقراطي في السودان وتدين الانتهاكات المستمرة من الطرفين قائد ثاني الدعم السريع يدعو مواطني نيالة للعودة إلى منازلهم ويوجه قائد الشرطة ووكلاء النيابة بمزاولة العمل وتأمين المدنيين وصول 25 شاحنة محملة بالمواد الغزائية إلى ولاية غرب دارفور قادمة من تشات بدعم من برنامج الغزاء العالمي رغم اعتراض الجيش لأحداث نيالة تواصلت المباحثات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنغا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا دعا قائد ثاني الدعم السريع أبد الرحمن دقلو من مقر الفرق 16 نيالة المواطنين للعودة إلى منازلهم ووجه قائد شرطة نيالة اللواء بشير آدم عيسى ووكلاء النيابة بمزاولة العمل وتأمين المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية مع فتح الأسواق والمستشفيات وقال أبد الرحمن دقلو في خطابه نحن استلمنا مدينة نيالة ممثلة في الفرق 16 ونعلن وقوفنا التام وجهدنا لتأمين المواطنين وندعوهم للعودة إلى منازلهم ومتاجرهم وأوضح أن ساعات القادمة سنفتح الأسواق والمرافق العامة وتابع دقلو نعمل بكل ما نستطيع لتوفير الأمن للمواطنين العزل الذين عانوا من بطش فلول النظام المباد للعودة إلى الحياة الكريمة خاصة بعد أن دمرت منازلهم والمرافق العامة بالطيران وشدت دقلو أنهم ليس طلاب سلطة وقال أن أي ولاية يتم استلامها تبسط فيها هيبة الدولة وأضاف انتهينا من العدل الأصغر إلى العدل الأقصر وهو جهاد النفس وتوفير الأمن للمواطنين داعين المواطنين للتبليغ حال حدوث أيد جريمة وأضاف قائد ثاني الدعم السريع درحمن دقلو في هذا الخصوص ومن هنا نعلم حقوقنا التام يكون جهدنا لتأمين المواطنين وندعو المواطنين للعودة إلى منازلهم نتهي والساعات الغليل إلى فتح الأسواق والمرافق العامة توجيه للفلوة بشير أدم عيسى مدير إدارة شرطة نيال يقوم بمهامه تواصلت المباحثات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني في مدينة جدة السعودية لمناقشة قضية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وقال مصدر لراديو دابنقا أن المباحثات مستمرة بين الأطراف لليوم الثاني وأن وفد الجيش سجل أمس أطرات على أحداث مدينة نيالا ولكنه لم ينسحب من طاولة التفاوط حتى اليوم وكشف المصدر لراديو دابنقا وصول عضو الوفد الحكومي لباء أبو بكر فقير يوم الجمعة قادما من جوبا بعد أن يشارك مع الوفد الحكومي في الاجتماع الخاص بأطراف العملية السياسية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام حول كيفية وقف الحرب بين الجيش والدعم السريع أعلنت حكومة نيال الأزرق تقديم كافة التسهيلات ومنح التأشيرات للعاملين في المنظمات الأجنبية للحضور إلى الولاية لتقديم المساعدات الإنسانية وكشف مفوض العون الإنساني حكومة نيال الأزرق أن اجتماع بين حاكم الإقليم ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الإقليم حيث ناقش عدد من المحاور الإنسانية للربع الأول للعام وكان مفوض العون الإنساني بالإقليم رمضان ياسين حمد لراديو دبنغا أن الاجتماع بين الحاكم والوكالات الأجنبية بالإقليم ناقش عدد من القضايا خاصة قضية منح التأشيرات للعاملين في الحقل الإنساني وأن حاكم الإقليم كتل المنظمات تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بمنح التأشيرات للعاملين في الحقل الإنساني هذا بجانب مناقشة محور تقديم الخدمات الأساسية في الصحة وأضح المفوض أن برنامج الغزاء العالمي قدم دعم 2 مليون طن لعدد 44 نازح وأضاف مفوض العون الإنساني لإقليم النيل الأزرق لراديو دبنغا في هذا الخصوص تسهيل حكومة إقليم النيل الأزرق كافة القضايا التي تكون بالتأشيرات للعاملين بالمنظمات وذلك بمساعي حميدة من الأخ حاكم الإقليم دعت حكومة النيل الأزرق المنظمات الإنسانية ووزارة الصحة بوضع التدابير لازمة لمنع النقل الأمراض القاتلة لإقليم النيل الأزرق من الولايات التي تعاني منها مثل الجزيرة والقدارف وقال مفاوض العون الإنساني بالإقليم رمضان ياسين حمد لراديو دبنغا أن حاكم الإقليم عقدت اجتماعا مع الوكالات الأجنبية وشدت على ضرورة وضع تدابير لازمة وإعداد جيد من قبل وزارة الصحة بالإقليم على منع وصول الأمراض القاتلة للإقليم كالإسهالات المائية والحزبة وقال رمضان لراديو دبنغا أن الاجتماع تناول محور الإعداد الجيد للأمراض القاتلة كالإسهالات المائية والحزبة وأضاف وراديو دبنغا هذا الاجتماع أيضا كان العداد الجيد لمجابهة الأمراض القاتلة كالإسالات المائية والحزبة والعداد لها لذلك جاءت توجيهات الاجتماع بضرورة العداد الجيد لوزارة الصحة واليونسيف ومسف بلجيكا وعليهم وضع تدابيرا لازمة لمنع انتقال هذه الأمراض من الولايات التي تعاني من هذه الأمراض كولايات الجزيرة والقضار من جانبه كشف المفوض أن الاجتماع قرر فتح المدارس بالإقليم يوم 19 من شهر 11 مع ضرورة معالجة التحديات التي تتمثل في تهيئة البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وحفافس المعلمين والإيلاس باعتبار أن التعليم حق وأضاف مفاوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق رمضان أن حكومة الإقليم ترى ضرورة فتح المدارس حتى لا يتضرر التلاميث لذلك قرارت فتح المدارس يوم 19 نوفمبر القادم ودعت المنظمات بضرورة العمل على توفير المعينات وأضاف أن احتياجات النازحين كبيرة خاصة في مجال الإيواء والغزاء دعا رئيس حزب الأمة القومي فضل الله بورم ناصر إلى ضرورة ضمان الهدنة أثناء المفاوضات الجارية بين الجيش والدعم السريع بجدة المملكة العربية السعودية وقال في بيان أن الهدنة تشكل مفتاهم مهم للوصول لاتفاق سلام شامل بممبر جدة وتابع نأمل من المساحلين بممبر جدة حز قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة لوقف الأعمال الأدائية لأن الهدنة تخلغ الأرضية المناسبة لمفاوضات مسمرة وكذلك تخفيف المعاناة الكبيرة وظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين السودانيين وكشف رئيس حزب الأمة في البيان أن الاشتباكات المستمرة بمدينة نيالة والخرطوم تعكس بأن الطرفين راسقين في مواقفهم الأولية غير قادرين على النظر في وجهات نظر أو تسويات بديلة بسبب التوتر المستمر والمواقف العدائية وشدت برما أن الحفاظ على الهدنة يوفر البيئة اللازمة التي تسمح للمشاركين بإعادة تقييم أهدافهم نحو السلام والنظر في حلول بديلة وإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف المعنية وصلت إلى ولاية غرب دارفور الجنينة قافلة تتكوى من 25 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من برنامج الغزاء العالمي قادمة من دولة تشات بجانب أصول وفد من لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى ولاية غرب دارفور قادم من دولة تشات بأغرض الوقوف على مستشفى الجنينة التعليمي وإمكانية معالجة الأولويات به وقال منسق الإعلام بجمعية الهلال الأحمر السوداني هيسم إبراهيم لراديو دبنقا أن جمعية الهلال الأحمر السوداني تواصل في تقديم الخدمات الأساسية للمحتاجين والمتأثرين بالنزاع المسلح في السودان في مختلف ولايات البلاد حيث استقبل فرع الجمعية بولاية غرب دارفور قافلة من 25 شاحنة قادمة من دولة تشات وذلك بدعمه من برنامج الغزاء العالمي تحمل 775 طن متر من المواد الغزائية وأضاف هيسم لراديو دبنقا أن هذه الشاحنة تكفي لعدد أكثر من 75 ألف نازح ومتأثر من داخل مراكز الإيواء والرحل بالولاية وأضاف المنسق الإعلامي للصليب الأحمر هيسم إبراهيم لراديو دبنقا في هذا الخصوص استقبل فرع الجمعية بولاية غرب دارفور قافلة من 25 شاحنة قادمة من دولة تشات بدعم من برنامج الغزاء العالمي تحمل 775 طن متر من المواد الغزائية المتمثلة في الثرى والعتس وزيت الطعام وملح الطعام بالإضافة إلى البسكويت العلاجي للأطفال عقد مجلس السيادة الانتقالي اليوم الجمعة اجتماعا برئاسة الفريق أو الركن تلفتاح البرهار رئيس المجلس بحضور نائبه مالك عقار وعضو المجلس السيادة الفريق أو الركن شمس الدين الكباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر وتداول الاجتماع الأوضاع الراهنة لا سيم الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتطرق أيضا للامتهاكات الجسيمة التي تمارسها قواة الدعم السريع ضد المواطنين الأبرياء والتخريب المتعمت للمرافق والمنشآت العامة وأشهد الاجتماع بالتفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة كما أشهد أيضا بالأدوار العظيمة التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في التصدي للمحاولات اليائسة للدعم السريع والتي تستهدف أمن واستقرار الوطن كما تناول الاجتماع أيضا قضايا معاش الناس ومجهودات الحكومة في تأمين الغزاء والدواء للمواطنين في ظل الظروف الحرية التي تمر بها البلاد نفت حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي انضمام 17 ضابط و700 فرد بروتب مختلفة و15 عرب قتالية من قوات حركة تحرير السودان إلى قوات الدعم السريع في شرق دارفور وقال رئيس الحركة مني أركو مناوي في تغريدة هناك إشاعات تتباتر في أن بعض قوات من جيش تحرير السودان أعلنوا انضمامهم للدعم السريع في شرق دارفور بعد التحقق علمنا أن الأسماء المسكورة كانوا أعضاء لفرع من فروع الحركات كانت في اتفاق الدوحة وانضمت للدعم السريع منذ أكثر من سنتين إضافة إلى أننا لا نمتلق قوة بالسيارات في شرق دارفور عليه فأن هذا الخبر عاري تمام من الصحة وقال الناطق العسكري للحركة رائد أحمد حسين مصطفى لراديو دابنق أن بعض وسائل الإعلام تتداول خبرا يزعم انضمام 17 ضابط و700 فاق بروتب مختلفة و17 عرب قتالية من قوات حركة جيش تحرير السودان إلى قوات الدعم السريع بولاية شرق دارفور وضاف الناطق العسكري لراديو دابنق في هذا الخصوص هناك فيديو مفبرق ومتداول في وسائل الإعلام يزعم عن اندمام 17 ضابط و700 فرد بالرتب مختلفة و15 عرب قتالية من حركة جيش تحرير السودان إلى الدعم السريع بولاية شرق دارفور هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة حركة جيش تحرير السودان ليس لها وجود أسكري أو مركبات أسكرية في ولاية شرق دارفور الخبر الأخير في النشرة رحب الدول الترايكة النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع في أديس أبابا بأسيوبيا لمجموعة واسعة من الجيهات الفاعلة المدنية السودانية وأصحاب المصلحة باعتباره خطوة مهمة نحو تشكيل جبهة مدنية شاملة وتمثيلية مؤيدة للديمقراطية وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مايسيو ميلر في بيان أن هذا التجمع تحدث عن التزام الشعب السوداني بمستقبل ديمقراطي وتابع نحن نرحب بحقيقة أنه في خضم الصراع النشط هناك مجموعة واسعة من الجيهات المدنية من داخل السودان وخارجه بما في ذلك ممثلوا المجموعات والمناطق المهمشة تاريخيا ولجان المقاومة والنقابات العمالية والتجمعات المهنية ومجموعات المجتمع المدني وقد تمكنت الأحزاب السياسية والمبادرات الجديدة والشخصيات الوطنية المستقلة من الاجتماع معا في هذا الاجتماع الأول المهم ومما يشجعنا أن الاجتماع أدى إلى التزام جماعي بعقد تجمع أكبر يضم تمثيلا أكثر تنوعا من السودانيين في الأشهر المقبلة وأكد أن الترايك تشجع على البحث عن مجالات التقارب وتشكيل جبهة مدنية قوية مؤيدة للديمقراطية يمكنها أن تبدع عملية لمعالجة القضايا الانتقالية وقضايا الحكم والتوصل إلى إجمع وطني للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وتسهيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بهذا الخبر مستمعين الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى ليكون مني أطيب التحايا